حضور زوري متميز في مخرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته العشرة الذي ينهى أعماله بطريقة رائعة تليق بمكانة مدينة وهران الباهية تكريمة وجوائز شملت العديد من نجوم الدراما والسينما السورية على رأسهم الفنان المبدع رغدة والفنان أسعد فدة والفنان أيمن زيدان شكرا لأنكم أنسيتمون ولو لوقت قصير نشرات الأخبار الكئيبة شكرا لأنكم عزلتمون عما يؤلم القلب من تداعيات ما يحدث في عالمنا العربي هي سوريا يختارها المنطق لا يعقل أن يقاب مهرجان عربي للسينما بدون سوريا هذا البلد الذي أنتج وينتج وسينتج الأفلام الجميلة والإبداعات الراقية 31 فيلما عربيا شارك في المسابقة الرسمية من بينهم فيلم الأب للمخرج السوري باسل الخطيبة كما لاقى فيلم الافتتاح لليتا السورية في عرضه الأول استحصانا كبيرا من قبل المشاركين فيلم يتحدث عن الأثار الاجتماعية والنفسية والعصبية والاقتصادية للحرب الهمجية التي تشن على سوريا تأثيرات هذه الحرب على فئات المجتمع كافة من هذه النواحي التي حكيت عنها أهم ناحية أن هذه الأطياف جميع تعيش بود وسلام ومحبة وأخاء هذا يدل على أن هذه الأزمة مفتعلة من أساسه والشعب السوري الذي يعيش مع بعضه من ألاف السنوات لا يمكن إلا أن يعود كما كان سابقا يرى متابعون ونقادنا السينما والدراما السورية رغم الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد استطاعت أن تحاكي الواقع الراهن بطريقة تلامس الوجدان العربي فيما تقدمه سواء في السينما الروائية أو الوثائقية الإبداع السوري المميز الراقي جدا ما تقدمه سوريا من فن ليس فنا عاديا بل هناك رسائل وهناك قوة في الأداء والحضور لأنه في أزمة طبيعي أنه إحنا بنأثر وبنتأثر إحنا كفن يعني بنأثر وبنتأثر بكل شيء حولينا فطبيعي هذا الشيء لكن إن شاء الله إن شاء الله الدراما السورية سترجع أقوى مما كانت بإذن الله رغم ظروف القاسية التي تمر بها دمشق ما تزال الأعمال الفنية السورية تفرض نفسها في جميع المحافل الفنية العربية فمن كان أساس اتزانه في الأرض قاسيون لن تحركه رياح عابرة أمين بورحلة الإخبارية السورية الجزائر